في الفيديو السابق والذي تحدثنا فيه عن إهلاك الأصول رأينا أنه في حال توجب على الشركة شراء معدات للمصنع في بداية عام 2007 على سبيل المثال بناء على الأموال التي كانت في حوزتها قبيل شراء المعدات قد يميل البعض إلى تصنيف الأموال المستخدمة في شراء المعدات تحت بند نفقات معدات ومن الممكن كتابة هذه المصاريف في بند نفقات المعدات سالب 50 ألف دولار قد يضعها البعض تحت بند مصاريف عام 2007 وتبلغ قيمتها سالب 50 ألف دولار لقد أشرت إليها بعلامة سالب للتذكير بأنها تكلفة فعلى الرغم من غالبية الناس قد تشير إليها بإشارة موجبة دائماً ما أفضل وضع إشارة السالب لأنني سأقوم بطرحها من العائدات إذن لقد وضعنا هذه التكلفة كاملة في عام 2007 من ثم في المستقبل ربما في عام 2008، 2009، 2010 قد لا تكون هناك أي تكاليف إلى أن تضطر الشركة لاستبدال الآلة أو شراء أخرى جديدة كما لاحظنا في الفيديو السابق أن هذه طريقة ممكنة لتمثيل تلك المصاريف ولكنها لا تقدم عكاساً صحيحاً لطبيعة الأعمال الجارية على أرض الواقع في المثال السابق والذي شرحنا من خلاله مفهوم الإهلاك كان العمر الافتراضي للشاحنة سنتين لنفترض هنا أن العمر الافتراضي يساوي أربع سنوات ونتيجة لأن سعر هذه الآلة يساوي خمسين ألف دولار وأن عمرها الافتراضي يساوي أربع سنوات فبدلاً من إنفاق المبلغ في السنة التي اشتريناها فيها حيث أوضحنا في الميزانية العمومية أننا قمنا بشراء الآلة في بداية عام 2007 وبهذا بإمكاننا القول الآن أنه قد أصبح لدينا أصلاً متمثلاً في هذه الآلة في هذه اللحظة أي لحظة شراءنا للآلة تبلغ قيمتها خمسين ألف دولار الآن في هذه اللحظة لحظة شراء الآلة تذكر أن الميزانية العمومية تمثل لحظات محددة من الزمن وبدلاً من إدراجها تحت بنت تكاليف معدات سنفترض أن للآلة تكاليف إهلاك يتمثل الإختلاف هنا في أنه بدلاً من القول أننا قد أنفقنا المال كله على الآلة في الفترة الأولى سنستخدم بعضاً منه لاستهلاك الآلة في هذه الفترة الوجيزة من الوقت وسنفترض أن الإهلاك سيتم بخط مستقيم والذي يعني أنه سيتم إهلاك الآلة تماماً بحلول نهاية عمرها الافتراضي والذي افترضنا أنه يبلغ أربع سنوات دعونا نرسم ذلك إذن ستصبح قيمة الأصل خطياً تساوي الصفر عند نهاية السنوات الأربع في هذه الحالة تصبح التكريفة في العام الأول تساوي 12 ألف دولار ونصف إذا قسمنا 50 ألفاً على أربعة فالناتج سيساوي 12 ألف وخمسمائة دولار بالتالي سيصبح لدينا تكاليف بقيمة سالب 12 ألف وخمسمائة دولار كل سنة وهي الكيفية التي سنمثلها بها في الميزانية العمومية وتذكر أن قائمة الدخل توضح لنا كيفية الانتقال من ميزانية عمومية إلى أخرى بالتالي ستقلل هذه التكاليف من قيمة الأصول على سبيل المثال هنا وفي بداية الفترة قبل عام 2007 فقد كانت في قائمة الدخل أصول بقيمة 50 ألف دولار وقمنا بإهلاك الأصل بقيمة 12 ألف وخمسمائة دولار بالتالي وفي لحظة ما وبنهاية 2007 أو بحلول عام 2008 يمكننا القول في الميزانية العمومية الخاصة أن قيمة الآلة قد انخفضت بمقدار 12 ألف وخمسمائة لتصبح 37 ألف وخمسمائة دولار ثم عند نهاية 2008 وبداية 2009 سنلاحظ أن الميزانية العمومية في حال استمر الاستهلاك على نفس المستوى المفترض ستنخفض قيمة الآلة بمقدار 12 ألف وخمسمائة دولار أخرى يعني هذا أن قيمة الآلة ستساوي 25 ألف دولار بعد ذلك ستنخفض مع نهاية العام بنفس المقدار لتصبح قيمتها تساوي 12 ألف وخمسمائة دولار وأخيرا بحلول نهاية عام 2010 تصبح قيمة الآلة تساوي صفر وإذا قمت بوضع جدول الإهلاك هنا بشكل صحيح وفي حال كان العمر الافتراضي للآلة يساوي بالفعل أربع سنوات وانقضت هذه المدة كاملة فقد حان الوقت لاستبدالها بأخرى وإعادة الكرة مجددا كان كل ذلك مجرد مراجعة لما تحدثنا عنه في الفيديو السابق في الدرس الخاص بالإهلاك يمثل استهلاك الدين أو الإطفاء الشيء ذاته كما في الإهلاك عدا أنه يتعامل مع الأصول الغير محسوسة المعنوية ما هي الأصول الغير محسوسة؟ إنها أصول لا تدركها الحواس الخمس كاللمس والشم وغيرها بالطبع لا يمكنك إدراك الآلة بالحواس الخمس ولكنك تستطيع لمسها على الأقل إذن إن الأصول الغير محسوسة هي أصول لا تدركها الحواس لكنها تحتمل الفكرة ذاتها كما الآلات على سبيل المثال سأفترض أن المثال الموجود لدينا هو شركة القطع الكهربائية ذاتها دعوني أكتب السنوات وبالنظر إلى الموضوع من وجهة نظر مالية لنفترض أن الشركة قد اشترت براءة اختراع من أجل القيام بتصنيع القطع الكهربائية وسيكون لسان حال الشركة وكأنها تقول علينا شراء براءة الاختراع يجب أن نشتري براءة الاختراع من مخترع عبقري وسندفع أربعة آلاف دولار ثمن لبراءة الاختراع والتي ستدوم فعاليتها لمدة أربع سنوات من وقت شرائها قد نضع التكلفة كاملة هنا بالرغم من أن مدة سريانها صالحة لأربع سنوات بالتالي فإن حقيقة دفعي لهذا المبلغ في السنة الأولى لا ينفي أنني سأتمكن من الاستفادة من البراءة في هذه السنوات لكن سيبدو الدخل في هذا العام منخفضا بشكل غريب مقارنة مع غيره من الأعوام والتي سيبدو الدخل فيها أعلى ولا يمثل وضع مبلغ الأربعة آلاف تحت بند نفقات تم دفعها في عام واحد حقيقة الاستفادة من براءة الاختراع خلال هذه السنوات الأربع وهي مدة سريانها لذلك وبدلا من ذلك بدلا من تدوين هذه التكلفة عند بداية الفترة سنذكر أننا قمنا بشراء براءة اختراع أي أصل يقدر قيمته بأربعة آلاف دولار من ثم وخلال مدة السريان المؤلفة من أربع سنوات نقوم باستهلاك ربع قيمة الأصل نظرا لأن مدة السريان تمتد على أربع سنوات إذن سيتم هنا استهلاك براءة الاختراع هناك أنواع عدة من الأصول الغير محسوسة والتي قد تقوم باستهلاكها ونعني بالإطفاء أو الاستهلاك توزيع تكلفة الأصل كالإهلاك وما يعنيه من توزيع لتكلفة الأصل المحسوس بالتالي استهلاك براءة الاختراع يساوي انخفاض سعرها بمقدار ألف دولار سنويا سينخفض سعرها بمقدار ألف دولار في هذه السنة ومن ثم ألف دولار في هذه السنة وألف أخرى في هذه السنة وأخيرا ألف دولار في هذه السنة من ثم نلاحظ في الميزانية العمومية والتي تمثل لحظات محدودة من إجمالي الفترة أنه بانتهاء عام 2007 تصبح قيمة براءة الاختراع تساوي 300 ألف دولار وبحلول نهاية العام 2008 تصبح قيمتها تساوي 2000 ومن ثم تساوي 1001 في نهاية العام 2009 وبحلول نهاية 2010 انتهت صلاحية سريان البراءة ما يعني أنه أصبح متاحا لأي كان تصنيع المنتج الذي اشتريناه لأجل براءة الاختراع أصبحت براءة الاختراع الآن بلا نفع سأطرح مثالا بسيطا للغاية لو كنت تملك شركة صناعات دوائية ثم قمت بشراء براءة اختراع مدتها أربع سنوات تسمع لك بحقوق حصرية في تطوير عقار معين ثم فجأة وبانقضاء المدة أصبح من حق أيا كان تطوير العقار فهذا يعني أن براءة الاختراع أصبعت بلا قيمة إذن تركز الميزانية العمومية على قيمة الأصل خلال فترة محددة من الزمن في هذه اللحظة من الزمن أصبعت براءة الاختراع خاصتك تقدر بألف دولار لأنك استخدمتها لمدة ثلاث سنوات وتبقى لك منها سنة واحدة فقط هذا هو ما يعنيه استهلاك الدين أو الإطفاء لا ترد أي مواضيع معقدة فبالنسبة إلي لا ترد أي اختلافات جوهرية بينها وبين الإهلاك سوى أن الإهلاك يتم تنفيذ على أصول محسوسة بينما يجري الاستهلاك على ما لا تدركه الحواس من الممكن أن تنطبق الرسوم الجارية على بعض الأمور المالية كبراءة اختراع سنفترض أنك حصلت على قرض من المصرف وكانت مدة استحقاق الغرض ممتدة حتى عشر سنوات وعليك دفع القرض كاملاً وعلى دفعة واحدة للمصرف حسناً يجب توزيع القرض الواجب دفعه على دفعة واحدة على مدة استحقاق القرض بحيث تتمكن من استهلاك تكلفته على طول مدة استحقاق القرض على أي حال إلى اللقاء في الفيديو القادم